شهاب لماذا تفوق النادي الأهلي النهاردة على التحديات؟ السؤال سهل وبسيطة أنا عارف إيابة عريضة تتلخص في جملة واحدة زكاء كولر كولر التعامل مع المباراة كما يجب أن يكون الرجل من أحسن المدربين اللي جم في تاريخ الكرة المصرية في قراءة الخصم التشكيل اللعبي وظهور كوكا في التشكيل ده مش حاجة اعتبطية الرجل اللي يلعب بكوكا أنه يلعب لعيه برقم 8 لحية الشمال ويعتمد على إمام عشور يغير مركزه دائماً إمام متعودين عليه بيبقى موجود رقم 8 لحية الشمال النهاردة بيجيبوا ناحية الليمين ده يبين لك قدي الرجل قاري الخصم بشكل كويس عارف إن الخصم بيعتمد على أطراف الملعب عن طريق زكريا وسوي ناحية الشمال مهند الشنكيتي ناحية الليمين بكمان اتنين لعيبة رقم 8 اللي دائماً بيبقى بنع لهم اللعبة بشكل كبير كانت اللي بيزيد مع مهند الشنكيتي ناحية الليمين وإيجور كورنادو اللي بيميل مع زكريا وسوي قفل الجنب ده يا كريم من بداية المباراة ركب الجيم في وسط الملعب الفرقة اللي بتسيطر على وسط الملعب يا كريم هي اللي بتستحوز على اللقاء هي اللي بتسيطر على المباراة بشكل كبير وده اللي عملوا مرس الكولر النهاردة تفوق كبير تفوق كاسح بالنسبة لي ما كانش غريب بالنسبة لي فوز اتحاد جد على أوكلاند زي ما أنا كنت كاتب هو فوز مخادع واداء مخادع انت بتلعب فرقة معداش أبجتات الكورة ما تقدرش تقول ان دي الفرقة اللي أنا أحكم فيها على التحجد وان الخص مقوي طيب بس فين نقطة مهمة جدا انا تصورت ان اقالي النهاردة هي لعب تحت الكورة وهيعمل تحولات هجومية بس الاهي لعب لعبه اقب برابو عليك انا هضغط على المنافس لو تفتكر اول ما جي كولر في الموسم اللي فات قالك انا مبصش للمنافس قالك انا بلعب بشخصية انا كالنابي قدام ريال مدريد ماتش الريال نزل من اول دي بيضغط على الفرقة ولومناع على فكرة بالظبط الوادي الفاتح الجيم وبيضغط بس هنا عملية الترحيل اللي بيقوم بيها الخطوط بتسهله ده انت لو بتضغط لقدام ومفيش ترحيل بالخطوط هتلاقي فيه فجوات كتير في مساعات ما بين الخطوط هيتئذي بسببها لكن هي القصة كلها حرك الفريق ككتلة واحدة موضوع انت بتتحرك كومباكت طوال المباراة ده مش امر سهل بحتاج معدلات بدنية بشكل كبير انا عايز ابدأ معاك بس بالغلاف بتاع صحيفة الرياضية السعودية اكبر صحيفة موجودة في السعودية ان يكون العنوان بتاعها النهاردة ان ليلة الجوهرة حمراء ده مش حاجة سهل فوز النادي الاهلي يلا هاتو الصورة فوز فني ده محدش يدر يختلف عليه من قالك متفوق لكن ان انت بتأثر في الصحافة السعودية وتخلي اكبر جورنان هناك واكبر مجلة رياضية في الدوري السعودي يبقى ده العنوان بتاعها حلوة اوة جماعة حلوة اوي ده النهارة يكون العنوان بتاعها ملت الجوهرة اللي هو ملعب المباراة حمراء بالضبط ودي جي ده اكبر جريدة موجودة هناك فانت بتتكلم ان لأ وجايبيني لأ استنى سهل معنش التفصيل ده حلوة اوي علي معلوله هو بيهيس وكريم منزيم ما يقولك تأثير فوزي الاهلي على الاعلام كمان هناك مش كمان حتى في الكورة فانت كمان انت الاهلي بعصر اوراق الاتحاد وبعصر الفكرة نفسها اللي كانت على الدوري السعودي بالبنزيمة موجودة وكانتي وبتتكلم في فابينيو لعيبة معلش انت بتتكلم في 130 مليون يورو ده الكيمة السكان النادي الاتحاد مقابل النادي الاهلي ترجمة نانسي قنقر